تحاول هند أن تسحب بعض المال من حسابها المصرفي ولكنها عبثاً تحاول فمعظم أجهزة الصراف الآلي فارغة بالتزامن مع أضراب ينفذه القطاع المصرفي احتجاجاً على إجراءات أقدم عليها بعض القضاة ضد عدد من المصارف صار لي من الصبح فتش على ATM أقدر إسحب منا مصاري بس ما عم بقدر شي معطالي أو ما فيها مصاري أو ما قدرنا نسحب شي كثيرون من اللبنانيين يخشون من إنعكاس المواجهة القضائية المصرفية الجارية شحاً إضافياً للسيولة يقضي نهائياً على القدرة الشرائية هن استفادوا من مصرياتنا هن حطوهم بالبنك المركزي سندات خزينة وأبدوا بمفاق فويد عليهم بلاوي هن عايشين بردخة نحن اليوم أنجع الواحد يقدر يسحب مصاري يعني خمشة مليون بالشار ما بيكفوها أكيد وسط هذا الوضع تستمر المواجهة وآخر فصولها ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القادية غدعون على كل من حاكم مصرف لبنان رياض سليمي وشقيقه رجا ووالدة ابنته أن كوزاكوفا بعد إجراءات سابقة شملت عدداً من المصارف بتهمة الإثراء غير المشروع وتبييد الأموال ولكن مراقبين يستبعدون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى حلول تفيد المودعين الدولة اللي يجب تكون مسؤولة والدولة هي اللي بتعمل التشريعات والدولة هي اللي بتوقف هذه المهزلة لحتى نوصل لمطرح يكون فيه شوية من الاستقرار أما في عودة إلى السؤال اللي بتخدم لا أكيد ما بتخدم بالضر وأكيد نحنا أنا سميتها رايحين على نوع من التصحر المالي يعني بالحقيقة فيه عملية تنشيف للبلد وكأنه المطلوب تضرب القطاع المالي يعني المصارف تخلص ما تبقى من عملية بمصرف لبنان وتوصل البلد لمطرح ما بيشبه للي نحنا بنعرفه مجلس الوزراء كان قد كلف كلا من وزيري العدل والمالية رسم أطر المعالجات ولكن انتظارها يبدو مكلفا مع تسجيل سعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا في مقابل العملة الوطنية المواجهة بين القضاء والمصارف فصل جديد من فصول الأزمة المالية في لبنان يفضح التلكؤ عن إيجاد حلول منطقية ومعقولة فيما ودائع الناس وجناء أعمارهم متروكة للبلبلة وتصفية الحسابات كلوديا بحناء الغد بيروت